للتقديم والقبول في كليات سليمان الراجحي الخطوة الأولى زيارة موقع الكليات على الشبكة العنكبوتية www.sr.edu.sa ثم اختيار أيقونة القبول والتسجيل ثم انقر التقديم الآن الخطوة الثانية اختر نوع الجنس وانقر على طلب قبول جديد الخطوة الثالثة يتم إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين ورقم هوية مقيم لغير السعوديين وهي عبارة عن عشر أرقام واختر التالي الخطوة الرابعة يجب على المتقدم قراءة الشروط وفهمها بشكل صحيح من أجل اختيار التخصص المناسب لدرجات الحاصل عليها ثم الموافقة على الشروط لإكمال الطلب الخطوة الخامسة يتم تعبئة الحقول الإلزامية التي تحتوي على النجمة مع تحمل المتقدم أي بيانات خاطئة ثم اختيار التالي أيضا سوف تظهر لك نتائج اختبارات القدرات والتحصيل تلقائيا وفي حال ظهور الدرجات القديمة سوف يقوم الفريق الفني بتحديثها قبل عملية الفرز الأولى الخطوة السادسة يتم الآن اختيار الرغبات حسب المدخلات والشروط السابقة مع ترتيب الرغبات بالحقل السفلي بأن تكون الرغبة الأولى هي في أعلى الحقل مع وجود عدد من الرغبات يتم تعبئتها ثم ترتيبها ويمكن التحكم بذلك من خلال الأسهم أسفل الحقل ثم التالي ملاحظة يجب التأكد من مطابقة الشروط للرغبة المدخلة سوف يتم استبعاد الرغبات غير مطابقة للمتقدم الخطوة السابعة يظهر تأكيد للرغبات المدخلة من قبل المتقدم ويجب مرجعتها ثم التالي سوف تظهر نافذة القبول حسب الأولوية والأماكن الشاغرة بعد قراءتها ثم التالي الخطوة الثامنة يقوم المتقدم برفع الوثائق المطلوبة الإجبارية ثم تظهر بعدها أيقونة التالي وتختلف الوثائق المطلوبة حسب الجنس والجنسية والتخصص المطلوب وحجم الملف لا يتجاوز عن واحد ميجا بايت الخطوة التاسعة هنا تم استكمال طلب التقدم للكليات وتم إصدار رقم لطلبك ويمكنك طباعة هذا الطلب باختيار زر طباعة وهذه نسخة من طلب القبول بعد الطباعة ويقوم المتقدم بالتوقيع هنا الخطوة العاشرة ستصل رسالة نصية للمتقدم تحوي رقم الطلب وكلمة السر ويجب تفعيل خدمة الرسائل الدعائية من قبل شركة الاتصالات ويمكن التعديل على الطلب من خلال أيقونة تعديل طلب القبول ويتطلب رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم هوية مقيم لغير السعوديين والرقم السري للطلب ويمكن استعادة كلمة السر من خلال أيقونة استرجاع كلمة السر ويتطلب رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم هوية مقيم لغير السعوديين والرقم السري للطلب والجواب على سؤال التذكر هذه صفحة استعادة كلمة السر ويمكن متابعة نتيجة الطلب من خلال أيقونة نتائج القبول ويتطلب رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم هوية مقيم لغير السعوديين والرقم السري للطلب ويمكن متابعة حالة طلب القبول في الصفحة التالية في حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح مع تحيات فريق القبول